أنا شخصياً مثلاً كنا نهاجم المرحوم كمان الشازلي وفي عز عز وسطوطه يعني البرلمانية والحكومية وعملنا منشت أسوأ عشر شخصيات في مصر واخترنا رقم واحد فيعمل ايه السيد كمان الشازلي؟ ولا حال كناك في التليفون أنت إبراهيم ده أنت من قسنا إبراهيم أنا من بجوه ده أنت ابننا أنت أنا صاحب خالك بتيجي يوعد معايا في الماكنة ويوعد نتعشي سوا على فكرة ونتكلم بمنتهى الأريحية والبساطة واللطف والجمال وفيش أك خالص خلال بعدها بتاعت 14 تقبل محاكمات للسياسيين المصري وتقبل محاكمة لكمان الشازلي وعملناها في قاعة لنقابة الصحفيين وجبنا ادعاء ضد كمان الشازلي ومحامي يدفع كمان الشازلي وقضاء كان الراحل السفير الكبير الكاتب العظيم سين أحمد أمين هو كان رئيس المحكمة اللي احنا عملناها في التجربة الصحفية كنت أتمنى أن احنا نكون مصورينها فيديو أيميها يعني ونحكم على كمان الشازلي فيعمل ايه كان ولا اي حاجة عد عليه في المكتب وأكلمه يكلمني وشخصيات كتيرة يعني كل تقريبا حتى فيه عز عز المعارضة لنظام الرئيس مبارك في الوقت اللي طالع من قاعة المحكمة رايح للقاعة التانية طالع من غرفة النيابة داخل على الغرفة التانية اتحق معايا والعلاقات طيبة ولطيفة ده في السياسة حاجة وفي الحياة الانسانية حاجة تانية غالص ترجمة نانسي قنقر